محمين سباح النور. شكرا قبولك دعوتنا اليوم على موجات اكس باس افان بنامج اكس باسو. لا خير شكرا للسينافة. شكرا لك. في ظرف اه في ظرف اه كيفش توصفو. كان توصفو في كلمة الظرف اللي اتي حاضر فيه اليوم بعدتها التاريخي هذي الام كيفش كيفش توصفو. هو ظرف تاريخي يكيد ظرف تاريخي هو ظرف حساس هو ظرف انتقالي هو ظرف ان شاء الله نكونو اه بش نسيرو في الطريق الصحيحة اللي بش يقع فيه اسلاح الوضع. البارح اه بش نرجو احنا على موضوع مجلس اعلى القضاء موضوع النادول لسارة اه البارح وبصفة عامة معتها موضوع القضاء وحتى كموضوع كم محامي معناتها اليوم عميد المحامي رايك اه اه قبل ما نبدايو من الاكتويتين نبدايو ابعد شان نبدايو من المجلس الاعلى للقضاء. اه موقفكم في اليسار كيفش اه معتها كيفش اه كيفش توصفو. شنوة بنسبالكم. خطر للبارح ما زي التصريحات ميجو هلا عندو كوزيرة العدل مثلا تقول لارة او رئيس الجمهورية ما اه ما حلش المجلس على القضاء وما عندوش النية بشي حل مساء القضاء. كيفش تفسر انت ليسار شنوة بنسبالك ليسار؟. لا هو من المرة الاولى هذي اولا بالنسبة لموقفنا احنا كمجلس هي الوطني المحاميين. قلنا التركيبة تركيبة مجلس على القضاء يعني اه يتعين تغييرها وهذا منذ اشهر. كنا قلنا في وسائل العلام او في مجلس النواب بعد دعوتي صحبة اه اه يعني اعضاء مجلس الهيئة. بينا موقفنا. وكذلك حتى في اجتماعاتنا. مثلا بالنسبة نعطيك بالنسبة لتمثيلية المحامين. في مجلس على القضاء ثم ثمانية محامين في مجلس على القضاء يقع انتخابهم مباشرة ولا علاقة لهم بها يكل مهنة. ثم انهم يعني هم عند محميلي افكار احترم افكارهم ولكن لا يوجد له علاقة بمحامين. بمجموعة المحامين. يعني هم يهم وعني هم يهم لهم على رؤاهم وما الايلا ذلك. بينما هكي المهنة مخت Iraq تقم محاسبته في الجلسة العامة الاعتيادية وفي الجلسة العامة الخارقة اللي عادة وهي التي تعطي سورة لرأي العام المهني للمحامين. الاهما تاتي بنسبة لك مش عالشخاص. تحكي تحكي على بعد علاقتهم بالمواطنية? ليه تبيعت حال. هي يه يه تبيعت حال. الاشخاص بالعكس. شيطًا تحبيتم تم تقم personal هيئة المحامين هي. تبيعت حال الهاية المحامين يجب من تكون dengan القليلة يعني انه هي المجلس الهية الوطنية المحامين هو جد ويختار من يمثل المحامين في مجلس التالية على القضاء. يعني حتى يولي مجلس الهية الوطني المحامين يحاسب على اختياراته. هذي يعني مسألة هامة وهمة جدا لأنه اذا كان يكون يعني شخص بدون رقابة بدون محاسبة بدون انه يقع تقييم عماله. هذي مش ممكن بش يتكلم باسم المحامات أو يمثل مهنة المحامات حسن تبدين. علما وانه اللي موجودين طوى يعني فيهم بعض من الزملالي نحترم هم يعني هم ذو كفاءة ولكن هذه مسألة ميش مسألة متاع اشخاص ولا ميش مسألة متاع علاقة ذاتية هي مسألة مؤسستية مسألة يعني عمل يعني نجعل وعمل يعني يزم ويمتد في الزمن برشا مستمعين متعني معنا في موضوع حسن جدا احنا حانا اكستغيل الوزيرة العدل نسموه مع بعضنا في دقيقة ثم نرجو ان ذكي ضيفنا سيد عميد محمد. شرفت اليوم بلقاء سيد الرئيس الجمهورية اللي اكد على المحافظة على المجلس الاعلى للقضاء كمؤسسة دستورية اللي هي ضامن الاستقلال القضاء وكما اكد زيدا على كونه المسار هذي بش يكون مسار ديمقراطي ومسار تشاركي وبقدرة الاليه نضمنه فيه العدالة للجميع وان شاء الله زيدا اكد على كونه يزم يقع مراجعة القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء قانون يزم يكون كفيل بضمان حقوق للقضاء ويمكن القضاء من ممارسة المهام متاحهم على احسن وجه وبالتالي يمكنه من الناس من حقوقهم واكد سيد الرئيس على حرصه التهم كونه المجلس الاعلى للقضاء بش يقعد كمؤسسة موجودة ولكن يقع مراجعة القانون المنظم للمجلس الاعلى للقضاء وفي الاثنية بش يقع تنظيم الفترة هذية ببواسط هيئة هذية بش يتنظم وإلا مجلس النجم يقوله مجلس مؤقت بش ينظم المسائل المستعجلة الى حين يقع ارساء المجلس الاعلى للقضاء بقانونه الجديد واضح يظهر لي فسرة التقنين مع نتا شنو اللي بش يقومو بي قراءتك في هذا اردك علش هيئتقول مع تاونجو تقول ما وش حل مش بش يحل المجلس الاعلى للقضاء هو مش مسائلتي حل هو حل الهيئة المسيرة المجلس الاعلى للقضاء حل تركيبة المجلس الاعلى للقضاء هو في خطاباته وعمره ما قال بش يحذف المجلس الاعلى للقضاء وهذه يعني يصعلي الدستور مش ممكن حثم ثم انه يعني في كل الدول دي مثل مجلس الاعلى للقضاء هذا مش ممكن تقبول اما التركيبته ويعني صلاحياته والمجالات اللي يدخل فيها يعني هذه يعني ربما يقع يعت النظر فيها من جديد وهذا هو كان مطلبنا احنا مطلبنا لماذا مطلبنا يعني مطلب الهيئة معنتها مطلب مجلس الهيئة بتبعت الحال لأنه لاحظنا لكون مجلس الاعلى للقضاء في امهات المشاكل التي اعترضت الموصل القضائية لم يقم بدوره على حسن وجه اولا بالذات يعني في خصوص الاضراب اللي قموا به القضاءات مدة سبع اسابيع لم يتخذ اي موقف ولم يندد بهذا الاضراب لانه لا يعقل ان القضاءات يقومون بالاضراب اذا كان هما يعتبروا نفسهم سلطة فكيف هي يمكن ان لسلطة ان تضرب مثلا يقولوا رئيس الجمهورية يضرب على العمل رئيس الحكومة يضرب على العمل ومجلس النواب يضرب على العمل هذا مش معقول مش مقبول هي الاضراب يتنافى مع السلطة ثم انه حتى القانون يعني المنزل على القضاء اللي ما زال معمول به من المنزل على الشتي ما زال معمول به يحجر الاضراب على القضاءات يعني بنص سريح وذلك كل موقع شاحت يرموا يعني فضلا على انه التبعات التي انجرت على سبع اسابيع يعني تعطي لمرفق العدالة اللي قاعدين يعني الاثار امتحها الى يومين الحاضر يعني التاخير وما الى ذلك يعني كان ثم ناس وقع ايداحهم بالسجون وربما كانت تقسى العقوبة هي خمسة اشنة يوم حبسة ابقاوا سبع اسابيع بدون ان يقع نظر في ملفاتهم فضلنا على انه حجج الوفات فضلنا على قضايا النفقة فضلنا على قضايا اهمال عيال فضلنا على قضايا الزمن الاجتماعي هذه الكلة يعني هامة وهمة جدا وتم حياة المتقاضين يعني بصورة يعني معاشية بصورة يعني حياتية هذا يعني كل مجلس على القضاء لم يتخذ في موقف ثم الخلافة اللي يقع ما بين رئيس الاولي محكمة التعقير ووكيل سابق ووكيل جمهورية يعني السابق وتبادل تهم بينهم يعني مجلس على القضاء لم يتدخذ لم يتدخذ في الوقت المناسب ولم ياخذ الموقف المناسب الا بعد اشرط حتى لي نعطاه سورة سيئة على سورة قضايا سيد العميد انت دعمت رئيس الجمهورية دعمته في شنو دعمته في هذا في قرار هذا ولا دعمه لا هي مبادرة نحن نحييوها بتحكي على المبادرة هي المبادرة هذي بتباعت العالة وكي دعنته يعني عندك خا تقبريك احكيت على التمثيلية وعلى كينتقدم على تتركيب المجلس انت عندك معانتها تتمثل المحامين اليوم وهو ما خولولو لك وصوتوا الحاجة على القرار دعم مبادرة الجمهورية بعتح المجلس الهيه اجتماع البارعة وخرج يعني بيان المجلس الهيه هو الذي يعني ينطق باسم المحامين خرج بيان واضح في المسألة هذية ويعني لا على فكرة قبريكي قل تعبير على افكار واراء هل المحامين الكلو موافقين على دعمكم معناتها بش تلقى انت موافقين موافقين بالنسبة لتسع الاف محامين بش موافقين اكيد يعني بش تلقى بش تلقى بالقيلة ثماني الاف محامين موافقين مبني هذي كذاله هم إلا إذا كان إنسان عنده موقف سياسية معينة أما إذا كان إنسان ينظر منظر مهني فقط يعني نعتقده أنه يكون موافق على الشي هذي بالنسبة للندوة الصحفية البارح شو كرعتك في المخرجات المتاحة وهل هذا كما حتى مستمعين تفعلوا معنا كما سيبوست وغيره معنا يقولك هل هذا عنده معناتها عالقة معناتها بحل أو اللي قام به رئيس الجمهورية مساء للقضاء يعني كأنه استبق معناتها نتائج يعني عارف هل الندوة الصحفية شنو اللي بش تخرجه وكأنه يعني سجوستي فيه اللي عمله اللي خرج البارح بارش عبيد قالك هاو شفتوا معناتها هاو نتيجة والقضاء ويحده كنت ربما ثم ارتباط زمني أما هيئة الدفاع عن الشاهدين يعني شكري بالعيد والحاج محمد الإبراهمين يعني اسبق لهم وأنه قاموا بعد الندوة الصحفية بيينوا فيها العراقيل اللي اعترضتهم يعني في قيامهم بأعمالهم وكل ما نيقع تقدم في الأعمال إلا ويعني يقوموا بندوة صحفية وكذلك بمناسبة يعني ذكرى استشهاد الأستاذ شكري بالعيد كانوا دائما يقوموا بندوة صحفية يبينوا فيها يعني مآل القضية وإلى حد أي حد وصلت القضية وبالتالي يعني أعتقد أن الندوة الصحفية اللي قامت بها هيئة اتفاعة تنترج في هذا النطاق خاصة وأنهم يعني حسب ما صرحوا به أنهم يعني بعد قيامهم باستقراءات واستقصاءات وإيجاد مؤيدات وأبحاث ويعني الحصول على قراءة وما إلى ذلك يعني الأبحاث تقدمت بشكل كبير وبالتالي يعني حسب ما قالوه أنه يعني لهم من المؤيدات اللي بشي قدموها للمعكم وبتبعت حال المعكم هي التي ستبط في هذه المؤيدات وستبين يعني موقفها بشرة نهاية حسب رأيك الملف تحرك أكثر من أي فترة مضعت معي أنا شخصيا يعني هيئة الدفاع عن الشهدين كنت يعني الأمس يعني قدمت لها تحيتي الخاصة لأنها العمل التي قامت به وعمل جبار من ناحية المهنية بقطع نظر على التبعات الشياسية من ناحية المهنية يعني محامين يعني مهنيا تصرفوا أحسن تصرف وقاموا بعمل جبار واستطاعوا يعني أن يقوموا باستقراءات وأبحاث واستقصاءات والحصول على المؤيدات يعني فعلا هو عمل جبار ولذلك شكرتهم على ذلك بالنسبة للتداعية هذا الكل اليوم يعني خلنا نمشي ونختمه مع تبقى سياسي بحث بالنسبة للتداعية تداعية الكل اللي صاير فيه وننسو نشوفه في مواقف أجنبية هذا الكل معنا تفخدم هذا الكل قراءتك للمستقبل وقريب غدوة شنو غدوة برشا أنا بالنسبة لي أنا التداعيات يحن نرغم من نساو الشي اللي كونه من عمل فيه وحداش في انتقال ديمقراطي ثم أنه في خمسة وعشرين جوليا وقع اتخاذ إجراءات استثنائية تدبير استثنائية بتبعات يعني تبعها الأمر اللي صدره رئيس الجمهورية في ثلاثين وعشرين سبتمبر من سنة واحد وعشرين كل هذا يعني يجعلنا وأننا يعني في مرحلة تكريس لمرحلة الانتقال ديمقراطي أكيد هناك انتظارات كبيرة للشعب التونسي انتظارات كبيرة لأنه الوضع الآن لا نحصد عليه ويتعين يعني إيجاد الطريق السليم التي ستخرج تونس من عقل زجاجة بقية بالنسبة لي بالنسبة لي الخارج بالنسبة لي بيان السفراء اللي يخرج كذا ونقول لهم السادة السفراء بالله من فضلكم خليونا يعني نحاول نسلح أمورنا لأن كما قلت يعني أهل مكة أهل مكة أدرى بشعبها فضلا على أنه الذين يعني الآن يعني يعني يرمون بالله على ما وقع قلوا لهم مقتل للحكومة التونسية سواء يعني في استرجاع الأموال المنهوبة أو في طلبات يعني تسليم المجرمين وما لذلك ماذا قالوا في القضاء التونسي قالوا في القضاء التونسي لا تتوفر فيه المقاييس الدنيا للقضاء العادل يعني هما يعني لهنا التناقض بين ما بين يعني قضاهم عندما يقول أن القضاء التونسي لم يسل إلى المقاييس يعني الكونية للقضاء العادل ثم أنه لهنا يلوحون باللائمة على المبادرات التي مشان هي إسلاح الوضع لذلك قلولهم نكدولهم أنها مسألة وطنية ومسألة بقتر نظر على أنها مسألة سيادية فأننا نعرف مشاكلنا ونريد إسلاح وضعنا وهذا يتماشى مع الرأية التي يريدها الشعب التونسي هذا بنسبة لنظرتكم الملف بعد التصريحات متعلق برحفة قضايا ترفعت إلى آخير هذا اللي صرحوا به رسمية أمام القضاء العادلية أو أمام المحكمة العسكرية وغيره حسب رأيك الملف هذا يقرب لأول مرة معنى أنه بش نعرف وش كون كيف أنا أعتقد أنه أخذ منحة جدي في الأبحاث والاستقراءات ومن الممكن عندما تتعهد به المحاكم يعني بشورة رسمية من الممكن أن تصل إلى النتيجة يعني من شأنها أن تبرأ من ثبتت براءته وأن تدين من ثبتت إدانته وضع وضع فقط في الختام عن تصريح الحركة النهضة حابينا حابينا نسمعوه ناشران يكن هذا التصريح الحركة النهضة البارح بعد الصحفية لنطق الرسمي باسم حركة النهضة حابينا نعلق عليه ونختم لأنه اليوم حتى بيشونا تصريحات مع تكلام يقولك تتصد الحركة لأي محاولة حل حركة النهضة من عرفش أنت بالنسبة لك شنو على الاقتداب معاش كن حاضر تصريح نسموه ثم نرجو نعلق أحد علمنا إلى حد الآن ما فهم حتى قضية نفار ضد الأستاذ راشد الغل النهضة وجودها قبل أن يكون قانوني هو وجودها اجتماعي ووجودها في عمق هذا المجتمع ولذلك كل المحاولات منذ تأسيس هذه الحركة التي حاولت حلها أو حاولت صالها أو حاولت إخراجها من المشهد السياسي فشل ولذلك نحن نعتبر كل إقدام على هذه الخطوة لا يمكن أن يزيد النهضة إلا قوة وأن يزيد النهضة إلا تجذر وأنا أعتبر أن يمكن أن ينصح به قيس عيد في هذا الإطار ما يزيد البلاد كان معناها ضبابية وما يزيد البلاد كان غموض السيطرة على القضاء وحلان المجلس على القضاء بتبعت الحال هو التهديد لكل النظام السياسي الديمقراطي وتهديد لكل ما كسب الثورة التوسية وفي مقدمتها الحق في التحزب والحق في التنظم والحق في العمل الجمعيتي أول أنه بالذات من العهدة هذه تسمت وأنا شخصيا تعهد باني سوف أكون على نفس المسافة من كل الأحزاب السياسية وسوف أنا بمهنة المحامات على التجاذبات الحزبية وتجاذبات السياسية بالتالي يعني الموقف حركة النهضة هو موقف يعني هم هم ولهم الحق في الدفاع والجنب القانون اللي فيه قولك مزيد ما فهمش قضايا من عاشتك عميد محمين سمعتلي فما قضايا ترفعت ولا لا معنات فما قضايا لا ما في بديش ما عديش علم واضح وبنسبة لحل الحزب معناتها لأنه يقول اليوم مش موضوع بخلاف الموضوع القانوني وسياسي يقول لك معناتها فما اه اجتماعي معنات اليوم ولكن فما جانب قانوني في القضية فما ما يدعو لحل الحركة معناتها علش علش تترح الموضوع لأنه حركة لا دي تترح التلبي لا اعتقد انا كل يعني حزب سياسي يامر بالعمل الديموقراطي يامر با احترام القانون لهو الحق في التواجد على الساحة السياسية بالتالي يعني اه لا هنا ما عندي شي ماخذ يعني جدية ضد حركة النهضة كحركة مش مبين موقفي بالعكس يعني اه انا يعني اتمنى ان تسير الحياة السياسية بشورة سليمة في البلاد شو رسالتك رئيس الجمهورية في الظرف الدقيق والتاريخي كما وصفت انت في بداية الحوار دي والله بالنسبة لي يعني السيد رئيس الجمهورية اعتقد وان لهو يعني يعني شخصية محنكة له تجربة يريد ان يسلح له العزيمة في الاسلاح اتمنى ان المسار يكون المسار في الطريق السليم الطريق يعني صحيح بطبيعة الحال يعني هذه اجتهادات وهتي الاجتهادات يجب دائما ان يقع تقييمها لكي لا نقع في الخطأ واتمنى ان يتواصل الاجتهاد في الطريق الصريح وصحيح واتمنى كذلك يعني ان المبادرات التي يقوم بها رئيس الجمهورية تلقى النجاح المأمول من طرف الشعب التونسي شكرا بك سيد شكرا لك سيد عميد عميد المحامين على تفارك معنا حضركم معنا اليوم السباح في برنامج مستمعين فاصل رجعين مبعد شوية في محمد صحبي محجوب في كلم ذهب وعنوانها اليوم الصابة سوق صابة سوق مبعد شوية سيد موعد يكون معنا حسب رأيكم الحان الوقت للقيام بشرعة رابعة من التلقيح مضاعد فيروس كورونا هذا الشوية اللي كنت راحنا بشكل معنا دكتور شكري جري بعض لجنة الوطنية لتلقيح في الفيروس كورونا وعديد المواضيع الأخرى في برنامج كومي اكسبريسو فما اضراب لمدة خمسة يام نقابة السلام بمناس فاقس يوسف العدوان يكون ضيفنا سيدا انبعد شوية وقودوا معنا راجعين